اشتركوا في القناة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلا زلنا مع درة تاجي علماء أهل الكوفة بل علماء العراق بل علماء الإسلام في زمنه ألا وهو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى وكنت ذكرت في الحلقة الماضية شيئا جوهريا في حياة سفيان ألا وهي أمه وكيف أن أمه ربته وعلمته مكارم الأخلاق وعلمته أيضا كيف ينتفع بعلمه فقالت يا بني إذا كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى زيادة في عملك وعقلك فإن كان وإلا كان حجة عليك أو قالت كان وبالا عليك وقد أثلج صدري وأفرحني كثيرا عشرات الرسائل التي وصلتني من أخوات فضليات إن شاء الله تعالى وما لا يدخل تحت الحصر من المكالمات يقولون كيف نعيد هذا الزمان مرة أخرى وكيف تستطيع الواحدة منا أن تجعل من أبنائها سفيان آخر نعم إن استيقاظ النساء وعلمهن بحقيقة ما خلقنا لهن هذا هو حجر الزاوية في الأمر كله هذه الأمة سيمكن لها إذا التزم نساؤها كما قلت إن المرأة قاعدة البنيان وهناك أئمة آخرون ربتهم أمهاتهم كالإمام الشافعي رحمه الله الذي ملأ الدنيا بالعلم وسماه أهل مكة ناصر الحديث وقال الإمام أحمد كانت أقضياتنا في أيدي أهل العراق فأتى الشافعي فانتزعها منهم يريد أن يقول إن الشافعية نصر العلم بالدليل لأن أهل العراق كانوا يكثرون من الأقيسة آنذاك وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله كثر عنده القياس على خلاف مدرسة الحجاز التي كانت تعتمد اعتماداً رئيساً على النقل وذات مرة قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه الإمام رحمة الله عليهما وقد رآه يكثر من الدعاء للشافعي فقال يا أبتي من هذا الشافعي وظل أحمد أربعين سنة يدعو للشافعي في صلاة قال يا أبتي من الشافعي فهو يسأل عن شيء آخر لا يعلمه وإلا فعبد الله كان يعلم من هو الشافعي من هو الشافعي رحمه الله قال يا أبتي من هو الشافعي قال يا أبني كان كالعافية كالشمس للدنيا والعافية للناس فهل عنهما من عوض وقال ما علمنا ناسخ الحديث ولا منسوخه إلا عندما جالسنا الشافعي وكان مرة مع صاحبه إسحاق بن راهوي رحمة الله عليه وكان يجلسان في مجلس سفيان بن عيينة في المسجد فرأى إسحاق الإمام أحمد ترك حلقة سفيان وذهب إلى حلقة الشافعي فلامه على ذلك فقال له أحمد إن فاتك حديث بنزول إن فاتك حديث بعلو أدركته بنزول وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده وما علم إسحاق قدر الشافعي إلا بعدما ناظره عدة مناظرات ظفر الشافعي فيها حتى أن إسحاق ابن راهوي رحمه الله ووحد الأمة المجتهدين اشترى كتب الشافعي بعد موته فلما قرأها تأسف أنه لم يأخذ العلم عليه ومناقب الشافعي كثيرة وصنف العلماء فيها كتبا مستقلة الشاهد أن هذا الشافعي الذي صار له مذهب وهذا المذهب امتد في الآفاق وتمذهب به الملايين من أهل العلم ومن أهل الفضل هذا بخلاف العوام هذا الشافعي ربته أمة وأهدت الأمة مثل هذا الرجل النفيذ فرحمة الله عليها كذلك أم الإمام البخاري رحمه الله هي التي ربته وهي التي أعانته وكان والد الإمام البخاري أيضا موجودا لكن كان تأثير أمه عليه أقوى من تأثير أبيه وكذلك الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي إمام أهل الشام الذي قال فيه مالك لا يزال أهل الشام بهم خير ما بقي فيهم الأوزاعي يعني المرأة هي التي تعلم ابنها مكارم الأخلاق وتعلمه الألفاظ الحميدة يعني أحيانا إذا دخل بيتا من البيتات ورأى طفلا صغيرا في حدود ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات يتكلم بكلام جيد ويعني ولد مؤدب ويعني فيه حياء فهذا كله أثر أمه عليه أثر الأب يظهر فيما بعد ذلك إنما الأثر الأم يظهر في هذه السن المتقدمة وكان أفاضل قديما إذا كبر الولد أتوا له بأساتذة يعلمونه العلم ويعلمونه الأدب ويعلمونه الشهر يعني حين بكل أسف نجد كثيرا من أولادنا لا يستطيع أن يكتب موضوع تعبير عن أي شيء وأنا جربت هذا مع بعض أولادي وجربت هذا مع بعض أرحامي عندما أقول له مثلا أكتب في الموضوع الفلان عبر لي عن رأيك عن شعورك عن مثلا ما يحدث في غزة لو أنك تعيش في هذا أو رأيت هذا ورأيت المحن ورأيت البنت السنتين بتقتل بأي ذنب قتلت وترى النساء والأطفال يقتلون قتلا جماعيا وترى هذا وأحيانا تضيق القبور فلا نجد قبرا نواري فيه هذا الجثمان أكتب لي ما تراه وشيئا ولا يستطيع أن يعبر بقلم لماذا؟ لأننا لا نهتم بتعليم أولادنا الأدب يعني الأدب الشعر مثلا وقراءة خطب العرب والنظر في القاموس النظر في قواموس العربية وهي ممتعة ليس كما يظن بعض الناس يعني أنا أحيل أي إنسان يريد أن يتأدب ويريد أن يتسع معجمه اللغوي إلى كتاب لسان العرب لمن منظور رحمه الله في يقرأ في كل مادة اللغوية يقرأ كلاما للعلماء ويقرأ تفسيرا ويقرأ أشعارا ويقرأ آيات من كتاب الله عز وجل ويقرأ أحاديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وربما قرأ حكايات طريفة في مثل هذا فضلا عن دووين الشعر الشعر العربي القديم يقرأ في الشعر لا سيما ديوان الحماسة الأبي تمام مع شرح الفارسي عليه وله أكثر من شرح لكن المشهور المبذول الآن في بلادنا هو شرح الفارسي عليه يقرأ اختيار شاعر خريت ماهر لأفضل ما قرأه من أشعار الناس فيقرأ فيزيد كما قلت معجمه اللغوي واستطيع أن يثري كلامه سواء كان كلاما منثورا أو كان كلاما مكتوبا فيعني أولادنا بكل أسف نحوا هذا جانبا وصارت المسألة كلها مسألة كيف يذاكر المادة الفلونية حتى ينجح وبعدين يتخطى من سنة إلى سنة ويطلع في الآخر جاهل لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يعبر بل أحيانا قد تنقلب المعاني عليه يعني أنا لا أنسى أن مرأة كاد زوجها أن يطلقها لكلمات خرجت منها لا تقصدها لما حصل غضب بينهما وبعدين المرأة أرادت أن تقول له أنت لا تشعر بي أنت لا تحس بما أحس به فأريد له أنت حيوان فالرجل بوغد بهذه الكلمة لأن المرأة مرأة مؤدبة ومرأة كويسة وكذا إزاي فجأة كده تقول له أنت حيوان فطبعا ضربها وحصل مشاكل كثيرة جدا انتهت القصة به أنهم أتوا ويعني الرجل يريد أن يطلق والمرأة تقول أنا ما قصد فلما جاء الرجل يقول يعني تجتمي تقول لي يا حيوان أنا قلت لها إزاي تجتمي زوجك وتقول لي يا حيوان قلت لها أنا ما أقصدش أبدا أقول له يا حيوان أنا أصدت أقول له أنت مش حسس بي فهي متصورة أن الحيوان لا يحس زي ما حد يشتب حد يقول لي حمار أو الكلام ده على ساس أنه إيه اللي ما بيحسش ولا الكلام ده فتقول له يا حيوان فأرادت أن تقول له أنت لا تشعر بي فقالت هذه الكلمة أنا أعتقد أن هذا من يعني الأسباب إهمال الآباء لتعليم الأولاد كيف ينتقون أطائب الكلام لأن هذا لا بد منه يعني ولد طبعا هذا في الزمان الغابر يعني ولد سنه كان سنه في حدود سبع سنوات تقريبا استحبه أبوه ودخلا معا على المأمون أمير المؤمنين فالمأمون كان يلبس خاتما خاتما على عادة الملوك يعني لنما يلبسه شيء النفيس المعجب الذي يندر مثاله فالمأمون بيداعب هذا الولد الصغير قال له يا غلام هل رأيت مثل هذا الخاتم فقال الغلام نعم فاهتم المأمون وأنصت وقال ما هو يا غلام قال الإصبع الذي فيه طبعا ما فيش حد يتوقع إطلاقا أن يجيب الولد هذه الإجابة وهذا ابن سبع سنين وإنما أجاب الملوك على عادة الملوك في المدح والثناء والكلام ده فابن سبع سنين لا يقول مثل هذا الكلام إلا إذا أدب أدبته أمه وكبر الولد ثم أدبه أبوه أو أدبه المعلم فالمقصود يعني أن دور الأم دور محوري جوهري والذين يقاتلون حتى الآن في سبيل أن تظل المرأة المسلمة تائهة لا يزالون يقاتلون على الرصد فلا بد أن ينظر أهل الإصلاح في مثل هذا الأمر مرة أخرى وأن لا يهولهم ما يكتب عنهم ولا التشغيب الحاصل على أهل الإصلاح فهذا حدث قديما حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتهموه بأنه مجنون واتهموه بأنه شاعر واتهموه بأنه ساحر ومع ذلك ما صده شيء عن الحق الذي يريده كما قلت نحن نحتاج إلى حرس الحدود حرس الحدود ليس في الرجال فقط حرس الحدود إنما يكون في النساء أولا وأن توقف كل امرأة أولادها أو ولدا أو ولدين من أولادها لله عز وجل كما أنت توقف مصحفا تقول إن هذا المصحف وقف لله عز وجل أو تضع مالا تقول هذا المال وقف أو تضع أرضا تقول هذه الأرض وقف لله عز وجل أكتب على جبين ولد من أولادك وقف لله تعالى كما فعلت امرأة عمران لما قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني محررا أي لا أريد منه شيئا لا أريد أن يكون عكازي إذا كبرت ولا أريد أن ينفق علي إذا كبرت أنا إنما أوقفته لك الأباء الأغنياء الفضلاء اللي هم عارفين برضو من ناس ملتزمون وجيدون ويحملون أهم هذه الأمة لماذا لا توقف ابنا من أبنائك لله سبحانه وتعالى وتقول هذا الولد أن سأنفق عليه ما حييت وتقول له يا بني أنا أكفيك الحياة أكفيك المؤنى لكن أنت جد واجتهد واريدك أن تكون عالما هذا هو الذي ينفعك قديما كان لا يدخل الكتاتيب ولا يحفظ القرآن ولا يدخل الأزهر إلا العميان رجل ابتلاه الله عز وجل بفقد نعمة البصر في يوم يقول لك دا يحفظ قرآن أو دا يدخل الأزهر يطلع فيه حتى كان في فترة من الفترات لا ترى فقيها ولا ترى مقرئا ولا ترى رجلا إماما في مسجد إلا تراه كفيفا وذكر هذا العالم أن رجلا في قريته كان له ابن أدخله المدارس الأميرية المدارس العامة يعني فأصابت الولد يعني آفة فعمية وهو في السنة الثانية الابتدائية فأول ما الولد عمي أم ودي لأيه الأزهر فهذا العالم علق على هذا بقول الله عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون فالنهاردة يعني عايز أقول إيقاف الولد لله عز وجل هي مسألة جوهرية طبعا حتى توقف الولد وتحسن وقف الولد أو كيف ترب الولد هذا طبعا شيء أجنبي عن كلامنا الآن مع أهميتي لعلنا في مرة أخرى نتطرق إليه بإفراد حلقة أو حلقتين خارج فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق للإمام أبي عبد الله محمد بن سعي البخير رحمة الله عليه فيعني الحاصل أنا يعني سعدته كثيرا جدا بالأخوان اللي مثلا كان يرسله رسال ممكن تقول مثلا إحداهن هل أستطيع وأنا امرأة أن أكون من حرس الحدود نعم تستطيعين أن تكونين من حرس الحدود مش لازم حرس الحدود أنك أنت تدريسي الأصول والكلام ده لا لو لكي ابن وتعلمتي لتعلم الولد يعني حتى لو لو تعلمتي لهذا الغرض وتنقلين هذا الأدب وهذا العلم لابنك فهذا جميل عظيم جدا سيعني يؤثر في بيونان الولد تأثيرا إيجابيا معرفتك بالكتب ومناهج مؤلفيها والأئمة أهل السنة ودرجات العلماء في التصنيف ومعرفة الكتب المعتمدة في كل فن ده لما الأم تكون على علم بهذا وتقول يعني تغذي به الولد لا شك أنه سيكون يعني له تأثير حسن على الولد إن شاء الله فأنا عايزة أقول حراسة الحدود إما تكون بيعني تربية الولد وإما تكون بدراسة العلم يعني ممكن المرأة تعلم العلم إم اللي تتعلم في ذاتها ثم تعلم غيرها من الأخوات أو على الأقل تعلم ولدها فيعني الحمد لله مع هذا الزخم الكثير وهذا الذي نراه من الانفلات وأحيانا باسم الدين بكل أسر نرى على الجانب الآخر الأخوات فاضلات يعني يحرصنا على يعني الوقوف على حدودنا وعلى صيانتها كما قلت إن الأم اليقظة هي التي تعلم أولادها طيب الكلام فلا يخرج من هذا الولد إلا طيب الكلام أيضا وأنا يعني بهذه المنسبة أذكر شيئا من كلام سفيان كلام سفيان الثوري الذي أسقلته أسقله العلم وأسقله وأسقلته التجربة أيضا كان سفيان يقول لا يكذب ذو مرؤة وطبعا سفيان إنما قال هذا الكلام على التنزل وإلا فإن الكذب مجاف للإيمان مجاف للإيمان سفيان ذكر المرؤة على سبيل التنزل وكما قال تعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله والنبي علسى صم قال إن الكذب مجانب للإيمان وفي الصحيحين من حديث آبي سفيان بن حرب في قصة لقائه مع هراكل عظيم الروم وسأله هراكل عشرة أسئلة من ضمن الأسئلة دي قبل أن أدخل للأسئلة هراكل وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع دحية الكلب يدعوه إلى الإسلام وكان هراكل شغوفا بمعرفة أي أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الشرطة تبحث عن رجل من قريش يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتلمس أخباره بعلوم الشرطة انتشرت فظفروا بأبي سفيان بن حرب وبجماعة من قريش وذلك في أيام الهدنة التي عقدها النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش بعد صلح الحديبية فجاء أبو سفيان ومعه جماعة من قريش فأجلسه هراكل أمامه وأجلس الجماعة من قريش خلفه وقال لترجمانه قل لهم إن كذبني فكذبوه يعني إن كذب علي قولوا هو كذب يقول أبو سفيان وكان كافرا وكان الجماعة دول كفر برضو يقول أبو سفيان فلولا أن يأثر علي كذبا لكذبت في خارج الصحيحين قال ولكنني سيد شريف أتنزه عن الكذب يقول هذا وهو كافر يقول هذا وهو كافر لولا أن يأثر علي كذبا فيجلسوا في منتدياتهم فيقولون كذب أبو سفيان لكذبت برغم حاجة أبي سفيان أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليشوه صورته وكان من مصلحة أيضا الذين يجلسون من خلفه أن يكذب أبو سفيان وهم يصدقونه على الكذب تبشيعا لصورة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لو كذب أبو سفيان فأرادوا أن يكذبوه في مجالسهم سيقول لهم كنا جميعا كذلك أنا كنت محتاج إلى تبشيع صورة النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم أيضا كنتم محتاجون أن تبشعوا هذه الصورة كان يمكن أن يجد له عذرا لكنه علل ذلك بقوله ولكنني كنت سيدا شريفا في قومي فأنفت أن أكذب لا يكذب أبدا ذو مرؤة نهارضا لو طبقنا قوانين قبول الأخبار على ما يكتب في الصحف ويكتب في المجلات لوضعناهم جميعا في دووين الضعفاء والمتركين والكذابين يأخذ الواحد من هؤلاء كلمة هي حق لكن لا عب فيها فيضع هذه الكلمة في مئات الكلمات الكاذبة التي لا خطام لها ولا زمان كما فعل فجرة الجن تماما في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن الكهان يخبروننا بالشيء يكون حقا يعني ساعات الكاهن أو الساحر الكامدة يقول لك ما تخرجش الساعة الفلانية ليه تخرج هيقع عليك جدار يقول لك يا أخي بيفهم حاجة ولا يطلع هيقع عليك جدار ما تخرجش لأن لو خرجت مثلا يصيبك المكروه الفلان يخرج فيصيب البكروه الفلان في المرة التالة اللي جاية دي إذا قال له لا تخرج لن يخرج فهي دي الكلمة من الحق يخطفها الجني فعائشة بتقول يعني يحدثوننا بالأمر يكونوا حقا فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يخلطونها بمئة كذبة زي ما قلتلك أهو هو قال له ما تخرجش خرج أصيب المرة الجاية مش هو بس دا الأسرة كلها أو كل من سيصل إليه الخبر قبل أن يخرج يأتي إلى فلان الفلان يقول له أخرج ولا لا يقول له لا تخرج مع إن ما فيش حاجة خالص ولا جاءه شيء من الجني ولا الكلام دا ما هو دا الكذب اللي هو يحطه يخلطونها بمئة كذبة قد يكون الموضوع الأصلي لا شيء فيه مطلقا يأتي هؤلاء فيكذبون الكذبات المتتاليات العريضات لأجل تبشيع صورة من يتهمونهم هؤلاء لا مرؤة عندهم وهم موقوفون بين يدي الله عز وجل وأعتقدوا أنهم سينالهم شيء من قوله تبارك وتعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون عايز يعمل خبطة صحفية مثلا أو كده يوم يتهم الأبرياء ويبشع الصورة ويألف لا حجة لواحد من هؤلاء إذا قال فلان كلمني أو فلان حدثني لأنه لا يدري من فلان وهل يقبل خبره أم لا لكنه أراد مثل هذا الكلام فكتبه من أصل الخبر إنما يدر على العدالة والضب وهذا الذي حدثني أنا لا أدري ما عدالته هل هو إنسان تقي أو إنسان ورع هو إنسان متحرم أم لا هل هو ضابط لما يقول أم لا لأن الأخبار إنما يدخلها الصدق ويدخلها الكذب فلأجل هذا لا يقبل خبر لا في الأخبار ولا حتى في الشهادة عند القاضي لصاقة العدالة ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع لأن كل ما يسمعه الإنسان ليس صدقا محضر فيه كذب إما عمدا وإما غفلة إما عمدا وإما خطأ خطأ بسبب ضعف الحفظ بسبب عدم ضبط المعلومة إلى آخرين وروا الإمام النسائي رحمه الله في مجلسين من إملائه بإسناد صحيح عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال كل ذنب جعلت فيه الكفار فهو من أهون الذنوب ولم يجعل الله للكذب كفار يريد أن يقول أنه من أعظم الذنوب الكذب وابهت الناس بما ليس فيهم وفي حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه وقد رواه الإمام البخاري في آخر كتاب التعبير من صحيحه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤية حتى كان يوم قال هل رأى أحد منكم رؤية فلم يتكلم أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت رؤية جاءني رجلاني في الحديث أنهما جبريل وميكائل عليهما السلام فابتعثاني وقال لي انطلق انطلق فانطلقنا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية طويلة الشاهد منها قال فاجئنا على رجل متجع وآخر قائم عليه بكلوب الكلوب حاجة ذي ذي الشرشرة كده سكينة لكنها يعني لها أسنان وإذا هو يشرشر فمه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه ثم يأتي على الشق الآخر فيفعل مثل ذلك فيلتأم الشق الأول فيرجع عليه فيشرشره أيضا يقطعه فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ومكائل عن هذا فقال هذا الرجل يخرج فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق ولا أظن زمنا تحقق فيه مثل هذا كمثل زماننا يطلع الواحد على فضائيا من الفضائيات يكذب كذبة يسمعها الملايين في جنبات العالم هذه الكذبة التي تبلغ الآفاق كان قديما ممكن الواحد يكذب كذبة تبلغ آفاق يسيرة الآن في هذا الزمان الكذبة الواحدة كما قلت تصل إلى آخر مكان في العالم وما من رجل سمع هذه الكذبة فصدقها فافترى على المفترى عليه إلا كان عليه كفل أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فيقول سفيان لا يكذب ذو مرؤة أبدا ليه؟ لأن الكذبة يشين صاحبه وأهل المرؤة لا يكذبون ولا يقترفون الدنايا أهل المرؤة عامة يعني لا يخترفون الدنايا يفضل الواحد منهم ضرب العنق على أن يخالف المرؤة فكيف إذا خالف الإيمان كيف إذا جانب الإيمان وزيك أنا قلت في مطلع كلامي إن كلام سفيان على سبيل التنزل لم يتكلم في مسألة الإيمان والكفر أو الحلال والحرب لأنه واضحة وبائنة وهناك عشرات النصوص سواء كان من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدين الكذب وتدين من يعني يتحلى بهذا بهذه الخصلة الذميم لكنه تنزل فقال إن أصحاب المرؤة لا يكذبون وحسبكم أن أبا سفيان كان رجلا كافرا ومع ذلك أنف أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مع حاجته أن يكذب عليه عليه الصلاة والسلام ومن أطايب كلام سفيان رحمه الله قال نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام لله درك يا أبا عبد الله كلام ذهب وهذا الكلام ينم عن تجربة ومعرفة بالناس كل الشرور الموجودة في العالم سببها اللئام لئيم لا يحفظ لك جميلا ولو ظللت تخدمه طيلة عمرك يعني إحنا كنا لسه بنتكلم عن الكذب يأتي بعض الناس يفتري على بعض الأهل الفضل كمثلا رجل عالم أو رجل جواد أو أي أحد من أهل الفضل يكون من أهل الفضل في مكانه وعلى قبة هؤلاء أهل العلم طيب نهاردة عالم من العلماء أنت لما عرفت يمينك من شمالك وجدته يعلمك قد يكون علم أباك وعلم أمك وعلم جدك وعلم من هم في أقران هؤلاء وإنت طلعت كمان تعلمت على يديه ولم تر منه أنت شرا ولا سوءا ولا أخذت عليه شيئا ذابان بل لا تسمع منه إلا قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يطلع واحد من هؤلاء المفترين الذين لا إيمان عندهم ولا مرؤة فتكلموا بكلام فارغ كله كذب إنه عمل كذا وخلى كذا وسوى كذا وأخذ كذا وحط كذا ومش عارفه الكلام اللي بيحصل ده فيقوم ببساطة شديدة كثير من العوام يقول لك يا أخي والله كنا فاكرهم الناس فضلاء وكنا فاكرهم الناس علماء أتاري يا أخي طرعه شوف بيعملوا إيه وبيعملوا إيه سبحان الله هذا الذي كتب هذا الكلام أنت لا تعرفه ولا تعرف هل هو عدو لهذا العالم أم لا أو أنه يبشع صورته أم لا أنت ما عندك خبر بدين هذا الرجل ولا بعدالته ولا بضبطه لكن هذا العالم علمك وأنت لم تر منه شيئا كيف زال كل هذا الفضل بكلمة قالها مجهول على الأقل بالنسبة لك لا أقول هو متهم عندك يعني لأنك لا تعرفه لكنه على الأقل مجهول العين ومجهول الحال وهذا مجهول العين مجهول الحال عند سائر أهل العلم ساقطوا الرواية لا سيما مجهول العين الذي لا يعرف أصلا وأنت لا تعرفه هذا الجرح به شديد يسقط الخبر تماما مجهول الحال يسقط الخبر به أيضا حتى يحتف به أي شيء يرفعه فإزاي بقى أنت طوحت بكل هذا الخير الذي سمعته وصدقت على هذا العالم مثل هذا الكلام دا لؤم هذا لؤم لأن كان مقتضى الجميل أن تقول لا أقبل فيه شيئا حتى يصلني خبر صادق من رجل عدل ضابط أعرفه تقول هذا الكلام إذا كنت تريد أن تلقى الله غدا ولا يؤاخذك أنك تكلمت بغير علم فإن الله عز وجل آخذ الذين نقلوا حديث الإفك دون أن يتثبتوا بل وردت بعض الأخبار بجلد بعضهم حد المفتري ومع أن الذين نقلوا هذا الكلام كانوا فضلاء كان منهم حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ومصطح بن أثافة الذي شاهد بدرا ومع ذلك عاتبهم الله عز وجل أنهم نقلوا حديث الإفك مجرد نقل ألا تدري أن عائشة قيل كذا وكذا وكذا مجرد النقل فقط ليما المرء عليه فأنت لما تيجي علشان تسمع كلاما وتنقله بدون أن يكون عندك تحري وخبر رجل صادق أنت مؤاخذ على هذا يوم القيام وأنا سأقول لكم أنتم ستسمعون أذى كثيرا جدا للمشايخ على صفحات الجرائد وعلى صفحات المجلات فيما يأتي من الزمان ليه؟ لأن هؤلاء ما توقعوا مطلقا أن ينقاد الناس للدين وأن يرجع الملايين إلى دين الله عز وجل ساءهم ذلك كثيرا يتهمونهم بالتطرف والإرهاب والتشدد يريدون إسلاما لا معنى له اللي بيسموه التنوير والإسلام المستنير والإسلام الوسط والكلام ده إسلام إيه؟ يعني إسلام بلا شوك أنا عندي مثل في المسألة أربعة أقوال أو خمسة ينظر الواحد منهم إلى أخف قول فيفتي به حتى لو كان على خلاف الدليل يقول لك طالما أنه قال به عالم يبقى المسائل تمشي لكن أنا أريد أن أوقفك على الدليل وأقول لك هذا حرام وهذا حلال لا يسيب الدليل ويلتمس مفتيا آخر ده من ضعف القلب ولا أريد أن أقول أنه من مرض القلب يبقى سامع الدليل وليس عنده ما يدفعه ما يدفع هذا الدليل يوم يروح لعالم آخر يلتمس منه فتوى أخف إن المسألة دي يا بني لا تجوز لكنه عنده هوى ومحتاج المسألة دي فيقول لك خلاص نشوف عالم آخر واحدين يقول لك أخي ما هو العالم الفلاني أفتى بخلاف العالم الفلاني وليه نشدد على أنفسنا وليه نعمل مش حالف كذا وكذا 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 طب ما ناخد بقول هذا الذي حركك من هذا إلى هذا ليس هو الدليل إنما هو الهوى فعزين الإسلام اللي هو الذي يأتي بكل الأقوال الضعيفة طالما أنها منسوبة إلى عالم أو منسوبة إلى حديث ضعيف أو إلى حديث مطروك أو الكلام ده أقول لك طالما قال به عالم أو وجد بي حديث يبقى خلاص إحنا نقول به ولا نلتزم الدليل الذي يعني تلزموننا به أنا عايز أقول إن لسه لسه يعني ده أول القصيدة وستسمعون كثيرا تحقيقات كلها لا لا كلها كذب يعني خد مثلا هيكل موضوع هو لممكن يكون صحيحا وإذا علمت هيكل موضوع قلت لا شيء فيه ويضعون كما قلت كما يفعل الجني فيعني الذي من العوام يتابع هؤلاء على تصديق هذا دون أن يتحرى دون أن يعرف حقيقة المتكلم هذا سيناله كفل من الإثم بنقل هذا الكلام وأنا كما قلت هذا لؤم يقول سفيان نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام إن أنت أكرمت الكريمة ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة مرد شوف عروة ابن سعود الثقفي والحديث في الصحيحين في الحديث الطويل بتاع الصلح الحديبية لما حدثت لما حدث أن قريشا صدت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت وحصل بقى مراسلات ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين قريش بعثوا الأول بديل بن ورقاء والنبي عليه الصلاة والسلام أعلمه بما عنده وختم كلامه بقوله والله لأقاتلنهم علي حتى لو انفردت سالفتي السالفة لها صفحة العنق النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا فأثبت على هذا الحق ولو انفض كل من حولي سأقاتل حتى لو انفردت سالفتي لو أنا ظللت أقاتل حتى بدى صفحة عنقي لكنني لن أبرح الحق الذي بعثني الله عز وجل به قال ابن سأبلغهم ما تقول ذهب وأبلغهم برضو إيه لسا الدنيا مع الكرى فعروة ابن مسعود الثقفي قال لي قريش قال يا قوم إنما أنتم مني بمنزلة الوالد وأنا منكم بمنزلة الولد فهل تتهمونني فقالوا لا لأن عروة كان سيدا فقال دعوني آته ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم دعوني آته لأنظر ما عنده لأنه لو قد عرض عليكم خطة رشد جاء عروة ابن سعود الثقفي والنبي عليه الصلاة والسلام حوله جماعة من أصحابه قددا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد والله ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك يعني إذا قامت الحرب الزبون هؤلاء جبناء سيفر الواحد منهم ويدعوك وحدك فلا تتكثر بهم فقال أبو بكر له أنحن نفر وندع أمصص بضر اللات طبعا شتيمة قوية فانزعج عروة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا المتكلم فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا ابن أبي قحافة هذا أبو بكر فقال عروة له وهذا الشاهد لولا أن لك علي يدا لأجبتك لولا أن لك جميلا علي قديما لرددت عليك هذا السب وفي رواية خارج الصحيحين يرويها محمد بن إسحاق عن الزهري قال له ولكن هذه بتلك استوفيت جميلك السابق بهذا السب فلو سببت بعد ذلك لرددت عليك ما الذي منع عروة ابن مسعود الثقفي أن يرد على أبي بكر وكان كافرا وكان كافرا الذي منعه أنه ذو مرؤة يطمر في المعروف قال لولا أن لك علي يدا لا أجبتك وبعدين يدا دي يعني حاجة واحدة كتمكن تتنسي وتسقط من الذهن في غمرة الأحداث ومع طول الزمان والكلام ده لكن صاحب المرؤة الذي ولد صاحب مرؤة لا يكون لأيمن تعرف اللؤم ده صفة يخلق المرء بها وكذلك المرؤة والكرم يخلق المرء كذلك فكل شر يكون بسبب هذا الجحود الجحود هو أصل الشر في العالم أصل الشر في العالم ولذلك قال إبليس عليه لعائن الله المتتابعة المتكررة قال لله عز وجل ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أهو الجحود الذي يوقع العداوة بين الوالد وولده وبين الولد ووالده الجحود الوالد بقى تعبان وبيشتغل وردية واثنين وثلاثة لأجل أن يوفر لقمة الخبز للأولاد والأولاد لا يشعرون بذلك إطلاقا وفيش واحد أبدا يقف ليرثي لحال هذا الرجل اللي بيجي آخر النهار يأتي مهدود القوة بسبب أنه واقف طول النهار وعمل يجري في الشوارع وروح المحل ده وروح المحل ده وروح هنا وروح هنا في الأماكن والكلام ده يجي آخر النهارة يا حباب الولد مش حاجة عايز محمول بستة لاف ليه عشان فيه ولد آخر عنده محمول بستة لاف ويرى أنه من العار لو حاب يتكلم في محمول كده مثلا بألف ألف جنيه والكلام ده يدارى كده يعني يتوارى من القوم ها مش عارف يتكلم في محمول بألف جنيه يا حيب تكلم في محمول ألف جنيه عايز يلبس أحسن لبس عايز يلبس جزمة بثلتمائة ربعمائة جنيه قال يا ابن انت بتتمنجه على حساب مين على حساب الغلبان ده اللي هو عنده مش انت الوحيد اللي عنده عنده خمسة ستة سبعة وعمال يقاتل هو والأم يقاتلون عشان خاطر يعني يوفره لقمة الحلال للأولاد والأب يابني اتق الله يابني حرام عليك يابني راعي البسالة يابني كده الولد اطلاقا ولا كده يتمنى الأب يموت الولد يتمنى موت يقول أنا لو أعرف إن الولادة هيكونوا كده أنا ما كنتش اتجوزت أصلا ولا كنت طلبت أننا أخلف ولا أدعوت الله أن يجعلني عقيمة والكلام ده أنا أراه كثيرا والحقيقة أحذر يعني الأباء أنهما يدعو على الأبناء لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن ذلك وقال لا تدعو الحديث في صحيح مسلم لا تدعو على أبنائكم ولا على أموالكم ولا على أنفسكم أن تصادف ساعة إجابة فيستجابوا لكم يعني اكذي يعني غيظك والولد ممكن دي تبقى مرحلة يعني شروط والكلام ده ويرجع مرة أخرى لكن لا تدعو على ولدك لكن الواقع أن الأب بيكره الولد بلى شهيد علي بيكرهه طب بيكرهه ليه؟ للجحود إبليس قال كده ولا تجد أكثرهم شاكرين المرأة مثلا التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يا معشر النساء تصدقنا في أني رأي تكون أكثر أهل النار لماذا يا رسول الله؟ قالت تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير وتكفرنا الإحسان ولو أحسن الرجل إلي كنا الدهرة ثم رأيتنا منه يوما سوءا لقلتنا ما رأينا منك خيرا قط هو الجحود إيه غير كده ده أعظم أنواع الجحود ترى المرأة صوامة قوامة بكاءة تتكلم في مجالس الوعظ بكلام يأطع القلب ومع ذلك زوجة تساوي صفرا عندها عقوق وعندها كبر وأنا بكل أسف ممكن المرأة تبقى حافظة للقرآن ومتخرجة من معاهد مش عارف قرآن ومعاها سند واثنين وثلاث وبيبسوا على أديها والكلام ده هوت وهي من أسوأ الناس خلقا مع زوجها عندها كبر وعندها علو وعندها غرور موجود هذا الكلام شوف بقولك تبقى صوامة قوامة بكاءة تلاءة لكتاب الله عز وجل وتدخل النار من أوسع الأبواب اللي هو باب إيه باب الكفر كله كفر النعمة يعني باب الكفر كفران والعشير ده هذا باب واسع إبليس وقف على هذا الرصد وعمل يغزي الفكرة دي عمل يغزيها بصفة مستمرة ده ما يشكرش ده أو ده ما يشكرش ده والكلام ده والله تبارك وتعالى في القرآن المكي كثير جدا لا تكاد تخلص سورة من القرآن المكي إلا وربنا تبارك وتعالى يذكر عباده بنعمه عليه ليه لأن التذكير بالنعمة يكسر العين يكسر عين أهل الأصول يكسر عين الناس اللي هم متربيين صح لو إنسان فعلا من هذا الطراز أنت تقدم له جميلا يفضل يقدم لك جميل واثنين وثلاثة واربعة أقول لك والله أنا مش عارف أقد يجميلك فيه مع إنه قدم من الجميل أكثر مما قدمت له لكنه متربي عنده أصل يفضل يخدم طول عمره لهذا لهذا الجميل ويتغاضى عن سيئاتك لو أنت أساب برضو رعاية لهذا الجميل وصدق من قال ونعم ما قال قال ليس هناك حمل أثقل من البر من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك إذا حبيت أنك تكتف بني آدم فلا يصل شره إليك فأحسن إليه حتى لو كان لئيما لن يصلك الشر بسهولة سوف يصل الشر ليس مع أول إساءة لك لا بل مع أول توقف يدك عنه أنت لم تسئ لكن أنت ديما تديله طول ما أنت بتديله أعمالي بوس رجليك وبوس إيديك مش عارفينه أنت اللي هنا وانت اللي هناك ومش عارفينك أنه نعمل إيه لو أنت بكتش موجود والكلام ده وفي المجالس يعني ما لتكلم عنك وأنه رأس فاضل وإلى آخره امنع النعمة دي كده يجي لك مرة تقول له معلش أنا ظروف ماش سامحة والكلام ده هو أو أنه متوقع أنك تديله مثلا مبلغ معين ولا تقوم بخدمة معينة فصرت وديته خدمة أقل منها والكلام ده هو يقول ما أنا عارف وده يجي منه إيه ده صفته كذا وكذا ونعته الكلام لو وصل منك إساءة إليه خلاص استحمل بقى استحمل إجرالك من هذا البني آدم لكن على الأقل الإحسان مانع بالنسبة لأهل الفضل مانع تماما ومانع بالنسبة لأهل اللؤمي ولو لحظيا ليس هناك حمل أثقل من البر عايز تخلي كل الناس لا يصلك الشر منها أحسن إليها من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك أطلقك يعني صرت طليقا لا يوقفك شيء ممكن تشتم وممكن تفتري وممكن تستعدي عليه للناس الفتوات والظلمة والمشعار الكلام ده ما أطلقك طالما أنه جفاك فده من عيون كلام سفيان رحمة الله عليه نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام ومن عيون كلامه رحمه الله قال لو هم رجل أن يكذب في الحديث في بيت في جوف بيت لأظهره الله عليه وده كلام ما يقولوش إلا أهل العلم فقط لأن بعض الناس بيتصور أن الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم راجت في الأمة أنا أريد أن أتكلم بكلام مهم في هذا الموضوع يستحيل ثم يستحيل ثم يستحيل أن يكذب إنسان على النبي صلى الله عليه وسلم فيمر هذا الكذب على كل علماء الأمة لا يكتشفه واحد منهم ما حصلش هذا ما حدث البتة بل لا بد أن يكشفه عالم وإن غاب عن الناس ما فيش واحد يجي أحتج علي بإن الخطباء النهاردة والواعظون والجماعة دول بيطلعوا على المنابر يقولون الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أهل العلم في كتبهم أنها مكذوبة لكن الإشكال من جاهل هذا المتكلم إشكال أن هذا المتكلم جاهل لا يعرف أن العلماء قالوا هذا حديث مكذوب أو هذا حديث منكر أو هذا حديث ضعيف لكن مسألة أن يكذب إنسان فينطلي هذا الكذب على الأمة جميعا فلا يكتشفه أحد هذا ما علمناه البتة ولا يستطيع إنسان أن يأتي بدليل واحد على ذلك ليه؟ لأن السنة هي بيان القرآن والقرآن جاء مجملا في كثير من الآيات والأحكام فهذا الإجمال يكثر بسببه الإشكال الإشكال يأتي من الإجمال كما قلت قبل ذلك إن أحيانا تأتي اللفظة مشتركة لها أكثر من معنى أو يأتي الكلام مجملا فتتوه الأذهان فيه فيقول قائل قصد كذا ويقول قائل لا بل لعله كذا ويقول ثالث بل لعله كذا ورابع وخامس فلا تدري على وجه التحديد أي المعاني أثبت أو أي المعاني أقرب أو ما هو المقصود من الدليل تأتي السنة فتبين أو تعين معنى من هذه المعاني إبقى صارت المعاني الأخرى وإن كان اللفظ يحتملها مهملة إلا المعنى الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالسنة هذه بيان لقرآن فلو جاز أن تضيع السنة ضاع القرآن ضاع معناه والأمة بدل ما هي مختلفة في الحكم الواحد على قوله اتنين هيختلف على تلاتين أربعين قولا يعني السنة لا زالت تحفظ القرآن حتى الآن قول الآية ممكن تحتمل معنى اتنين إنما لو تركت التفسير القرآن للمعنى اللغوي فقط ربما الآية تحتمل عشر معاني خمستاشر معنا لأن لغة العرب واسعة لفظ الواحد ممكن يدي عدة معاني فلابد أن يكون هذا البيان محفوظا لازم والدليل على ذلك على أنه محفوظ قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الذكر عند سائر العلماء القرآن والسنة مش القرآن بس القرآن والسنة فإذا هم رجل أن يكذب وهو في بيت في جوف بيت في جوف بيت لفضحه الله تعالى ويقول عبد الله بن المبارك الإمام المبارك رحمه الله لو هم رجل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البحر لفضحه الله في البر وأصبح الناس يقولون فلان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من ناقل الخبر كان يسقطه في هوة الجرح يعني لو كذب رجل مرة مرة واحدة يسقط رأس ماله كله كأنما ما رحل ولا كتب سوداء في بيضان وهذا وهذا صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبدل الدين لأنه لو جاز حتى عقلا يعني لو جاز أن ينطل الكذب على الأمة كلها لقال كل واحد في كل حديث يصله لعله كذب ومن أدراك أنه ليس بكذب فحينئذ يكذب الصدق لأجل هذا الاحتمال فعشان كده الأئمة والذيك أنا قلت في مطلع الكلام لا يقول هذا إلا أهل العلم بس إنما الجهل يتصورون أنه يمكن أن ينطل الكذب وبعض الناس أبدى شيئا غريبا قال يعني هو كل حاجة من الكتب وصلتكم طم التطار لما دخلوا بغداد زمان ردموا نهر دجلة بالكتب عايزين يعملوا أنطرة لتمر الخيل عليها فيعملوا إيه دول قال لك جابوا مكتبة بغداد وردموها بالكتب والخل عبرت وتعكرت ميات النهر ثلاثة أيام من الحبر لم ينتفع الناس به فيقول لك يا اخطي فيه أكيد كتب كتير ضاعت في المسألة دي وراحت الكتب وكان فيها أكيد علم وكان فيها أكيد أحكام شرعية لم تصل إلينا فبنقول له يعني هي مكتبة بغداد كانت المكتبة الوحيدة في العالم لا كان زي مكتبة بغداد عشرات أو مئات المكتبات في العالم الإسلام لا سيما كثرت تصنيف في بلاد المسلمين وما من بلد من البلدان إلا وفيها مئات الذين كانوا يصنفون فسواء كان في الحجاز في المدينة أو مكة أو في الشام أو في البصرة أو في الكوفة أو في بلاد ما وراء النهر أو في بلاد الأعاجب كل بلد من البلدان كانت تغص بالألوف من أهل العلم وكان التصنيف قد كثرة فكل بلد من بلدان المسلمين اللي هي تكون آهلة بالعلماء بيكون فيها مكتبة فما يجيش واحد عشان يبدي مثل هذا الاحتمال ويقول فيه كتب ضاعة في مكتبة بغداد وأكيد راح علينا مثلا كثير من العلم الكلام ده كله هذا كلام غير صحيح فالرجل كما يقول سفيان لو هم أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله حتى حتى أهل الكذب بيبان على وشهم لو كان عندك يقظة وعندك بصيرة تبص للبنى آدم تعرف أنه كداب أو تعرف أنه مبتدع يظهر عليه يفضحه الله تبارك وتعالى إذا كان كذبا لا سيما على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبو مقعده من النار إن كذبا علي ليس كذبا على أحد طبعا لأن الكلام لأن كلامه صلى الله عليه وسلم لازم والحجة به قائمة الحجة بكلامه صلى الله عليه وسلم قائمة فإذا كذب إنسان على النبي عليه الصلاة والسلام فعمل إنسان بهذا الكذب كأنما بدل شريعة النبي عليه الصلاة والسلام وألزم الأمة بما لا يلزم أو ألزم العاملة بما لم يفرضه الله ورسوله عشان كذب يعذب يعد له مقعد في النار وفي حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته تبدأ برغم أن الدليل ثابت بالتحريم فكيف إذا كذب إذا افتعل الدليل واخترعه من أصله إذا كان يعني أعظم الناس جرما في المسلمين رجل سأل مسألة فحرمت لأجل مسألة زي ما حصل مثلا في الأقرع بن حارس وفي الوان عكاش ابن محسن الأسدي لكن الأشهر نوع الأقرع ابن حاب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحج فقال الأقرع أكل عام يا رسول الله فسكت فقال أكل عام يا رسول الله فسكت أكل عام فسكت ثم قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم قل من ساكت اسكتوا لا تتكلموا فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم لو تصورنا جدلا أن الأقرع رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أكل عام يا رسول الله قال نعم كل عام إحنا نعرف نحج كل سنة ده في ناس النهاردة يذرفون الدم على السخين أنهم لا يستطيعون الحج نفسه حج قبل ما يموت مش عارف يحج أقل حج 35 ألف ده أقل حج النهاردة 35 ألف جنيه ومين اللي معاه 35 ألف جنيه عشان يحج ولا هو ومراته آه أنا عارف الناس بيحجوا بمئة وخمسين ألف ومئتين ألف بيعتبروا أن ده حج مع المغفر مش حج بس يروح يحج وعايز بقى ما يحسش أنه هو لف مينة ولف عارفة عايز يحس أنه ببيته عايز يحس أنه ببيته لازم يكون الخيمة كأنها قصرا منيفا ولا كنا بس ريح كده ومش عارفوا الكلام لا احنا يعني الناس دول مش قدوه خلينا ننزل تحت على الجنط بقى يعني تحت خالي اللي تحتها بقى ومواقع من يسقط من حالق ده 35 ألف يحج إزاي ده لو كل سنة بقى هنحج شوف بقى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أجرم في حق كم وضرب العنة على كم من كثير لا يدخل تحت العد شوف نقام النبي صلى الله عليه وسلم لحد النهاردة إلى أن تقوم الساعة سيكون حذائين نصا لازما أن يحج الإنسان كل عام شوف بقى ما تقوليش بقى لمليارات ما نعرفش عد كل دول عناهم سؤال رجل فنزل الحكم الشرعي نعم حجه كل عام هذا حكم شرعي ثابت مثلا يعني لو افترضنا أن القصة كده ثابت شوف الجرم فما بالك بالذي يكذب فيبدل دين الله عز وجل ويبدل شرائع الله سبحانه وتعالى إذا التزمت قوله عبدت الله بما لم يشرعه الله وبما لم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه كما قلت جناية عظيمة لكن بحمد الله تبارك وتعالى ما كذب إنسان قط إلا وكشفه الله عز وجل والعلماء علماء الحديث لهم أعاجيب تصل إلى حد الأساطير في هذا الأمر ليتني أجد بعض الوقت لأذكر لكم كيف يكشف علماء الحديث الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو الغلط عشان المسألة دي لازالت لغزا عند أكثر الناس يقول لك إيش عرفه إن الراودة كذب هذا الحديث هو كان معاه يعني ولا الراودة نفسه أطلعه على الكذب لا كما قلت لهم طرائق في يعني نقد الرواه تصل إلى حد الأساطير وكما قلت قديما وأقول وسأقول إن شاء الله تبارك وتعالى هذا العلم تفردت به هذه الأمة وهذا العلم من نفذه كما وضعه علماءنا لا يكاد يفلت منه خبر ضعيف أو خبر فضلا أن يكون مكذوبا أو منكرا أو نحو ذلك إلا ما يقع لابن آدم من الخطأ ومن الغلط وإلا فقوانين الرواية قوانين قوية جدا يصعب دخول الخلل منها إذا حققها المرء على وجهها وللحديث بقية مع سفيانة وكلامه وأحواله إن شاء الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين شكرا